مرحبا، أنا تمام من سوريا، وهلأ عم تسمعوا بودكاست Real Syrian Arabic بودكاست رح تتعرفوا من خلاله على سوريا والسقافة السورية والعربية وبنفس الوقت رح تتعلموا اللهج الشامل أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من بودكاست Real Syrian Arabic موسيقى كل سنة نشتغل في الموني شي شهر شهر ونصف شي من موين مكدوه، شي بامية، شي ملوخية ولا الزيتون؟ الزيتون الأخضر والأسود نحن كل سنة نموين 30 رط الأسود و30 رط الأخضر هالمقطع اللي سمعتوه من المسلسل السوري المشهور باب الحارة عم يحكو فيه عن الموني شو هي الموني؟ وليش هالقد مهمة بحياة السوريين؟ رح نعرف بها الحلقة قبل أن نبدأ، أريد أن تتعلمكم بأن تتعلمكم بممبرشيط على buymeacoffee.com slash syrianaarabic slash membership لتقوم بممبرشيط هذه المشهورة ممتازة وممتازة وممتازة أنكي فلاش كاردات وممتازات عملية وممتازات 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 وهلأ خلينا نبدأ الموني من التقاليد العابرة لكل الفصول وكل الأجيال وهي تخزين مواد غذائية موسمية بكميات مختلفة حسب حاجة كل عيلة ودخلها المادي بهدف استخدامها خلال فترات ثانية من السنة خاصة فصل الشتاء سقافة الموني ارتبطت بفترات الحروب اللي تعرضت لها البلاد عبر التاريخ فتعودوا الناس يخزنوا كميات كبيرة من المواد الغذائية تحسبان لحالات الحصار وصعوبة توفر هالمواد كنوع من الأمن الغذائي وكانت كمان وسيلة لمحاربة الشتوية الطويلة وتخزين اللي ممكن يتخزن من الأكل لأنه قبل ما كان في سوبرماركت ومولات منقدر نروح نشتري شو ما بدنا منها بأي وقت وأصلا ما كان في طريقة للتجميد قبل البردات والفريزرات وكمان بتسمح باستغلال مواسم المنتجات الزراعية اللي ما بتكون متوفرة دائما مثلا بموسم البتنجان بيعملوا مكدوس وبمواسم الفواكه المختلفة بيعملوا مربيات وهيك وأكيد بتتناسب كمية المونة مع عدد الأفراد بالليلة ومن زمان كانوا يجيبوا ولاد كتير ويحتاجوا يمونوا كميات كبيرة وبتميز البيوت العربية الأديمة أنه فيها غرفة خاصة لتخزين المونة اسمها بيت المونة وهي غرفة جافة ما فيها رطوبة ما بتفوت عليها الشمس وأبرد من الغرف التانية وعبارة عن لوحة فنية بتشوفوا فيها أطراميزات مصفوفين بألوان مختلفة الأحمر والأخضر والأسود وفعلا منظر بشهي ومع تطور الحياة تغيرت البيوت وصارت أصغر وما ظل مكان لبيت المونة ضمن تأسيم البيت وهالشي خل الناس يعتندوا على فريزة أو على السقيفة واسعة بالمطبخ وحاليا رغم كل التطور ووجود معامل الأغذية بعدها المونة موجودة بأسلوب حياة السوريين لأنه صارت عادة وبهدف اللقمة الطيبة وصارت المونة وسيلة لأبراز إدرات ستات البيوت بتجهيز المونة كأنهم داخلين على معركة منشان ما حدا يحكي عليهم أنهم كسلانين أو تنابل بعد ما صار في سوق خاص اسمه سوق التنابل بيكون في كل شي جاهز للمونة وبسبب قطعة الكهرباء لفترات طويلة الناس ما عد قدروا يعتمدوا على التفريز لحفظ الأكل ورجعوا لطرق التموين الأديمة مع أن الأسعار رتفعت كثير بالفترة الأخيرة بس الناس حاولوا يحافظوا على هالتقليد وبكميات محدودة وأقل بكثير من العادة بالحد الأدنى يعني خلينا نشوف كيف تغيرت هالكميات لسنين الأخيرة حسب رأي الناس بالشارع طول عمريك تمون أول الناس لحد ديت هلأ ماط العبيدة يمون لا مكدوس ولا زيتون شي غالي أدية للحدود يعني بحيث أنك ترضي العيلة يعني أنا مبدأين السنة الماضية 60 كيلو زيتون هلأ أنا 10 كيلو أخدت وأخدتهم من كتر النق هلأ صار كل شي صار مكلي يعني اللي كان يأخذ مثلا 50 كيلو صار يأخذ 20 كيلو هلأ المونة صعبة المونة صعبة زي ما أي واحد مواطن عم يجي يأخذ على أدو كله غالي كله غالي يعني اللي كان يأخذ 20 كيلو صار يأخذ 7-8 كيلو عشرة كيلو بالكتير والله لسه ما لم يتحقوا مصبوك موضوع المونة ما متلقبل فارعة مع المواطن لأنه المواطن ما ما معهم كان ييدفع ما عد في شي ما عد في كهرباء لأنه بالبلد يعني في كهرباء بس ما عم تساعد البرادات أن تجمت كذا لهيك طرينا أنه نيبس الملوخية وجاهز هذا الشتي والله المونة غالية كتير يعني عم ننزل على الأسواق الفليفلي غالية كتير البيدنجان غالية الجوز الزيت يعني اللي كان نحط له 50 كيلو بالبيت صار يحط 10 كيلو وصلا نعتمد على المواد اللي يابسي يعني مثلا البازيليا على موضوع خير البيدنجان على شغلات التانية يعني لأنه برادات ما فيه وفريزة ما فيه كهرباء ما فيه يعني كمان صارت المونة مصدر دخل لبعض الناس جوه وبره سوريا ففي ستات بيوت أسسوا مشاريع صغيرة ليحضروا المونة الجاهزة ويبيعوها للناس اللي ما عندهم وقت لتجهيزة خلينا نسمع عن واحد من هالمشاريع تم إنشاء مشروع بيت المونة من أربع سنوات وبكبداية بدينا مع مجموعة من نساء الأرامل النساء الأرامل أثبتوا أنه قادرات يعيدوا أسرين ويكفوا أطفالين بعد فترة صارت موجة نزوح موجة نزوح ما كان فيه شغل للرجال اضطرت بعض النساء اللي تشتغل وفعلا استقطبناهن عنا ببيت المونة فعلا أنجزوا أعمال وشتغلوا وعالوا أسرين ويساعدوا أزواجين والحمد لله مشروعنا تطور يعني مرحلة مرحلة عم نتطور انتقلنا هلأ حاليا صرنا نبيع كنا نبيع مفرق هلأ حاليا عم نبيع جملة ونفرق ومنتاجاتنا مطلوبة بالسوق وعب يجينا طلبات يعني الحمد لله لأمورنا متلمونة كتير جيدة ووضعنا ممتاز الحمد لله وهلأ رح نتعرف على أهم الشغلات اللي ممكن نمونا المكدوس من أحد أهم أصناف المونة الأساسية لكل عيلة وهو عبارة عن بتنجان مطبوخ محشي فليفلة وجوز ومحفوظ بالزيت وتحضيره بياخد أيام المخلل جزء ما بيتجزء من المونة في كتير أنواع للمخللات مثل الخيار، الجزر، الزهرة، الملفوف، اللفت والفليفلة الخضرة أكتر شي من أكل المخللات مع المجدرة أو مع الفول والفلافل زيتون الأسود والأخضر فيه له طريقتين تجريح أو تطبيش التجريح هو أنه نعمل جرحين بالسكينة على كل حبة والتطبيش أنه نضرب كل حبة بشي تقيل بعدين بينقع بمي ليوم وبتتبدل المي كل يوم لأربع تيام لحتى يروح المرار منه وبالأخير بينحط بأطراميزات مع مي وملح وشرحات ليمون وزعتر بري أحيانا لإضافة النكهة ورق العنب ممكن يتفرز أو ينحفز بأطراميزات ليكون جاهز للف اليبرأ واليالنجي الفول والبازيلا من الخضروات الأساسية اللي بتتمون فيه ناس بيجيبوهن بيأشروهن وبيفقوهن وبالعادة بتتعاون كل العيلة على تفقايتهم أما اللي ما عندهم وقت ممكن يجيبوهن مفقايين جاهزين من سوق التنابل وبعدين بيفرزوهن أو بيابسوهن البانادورة بتنطبخ وبعدين بتتعبى بأناني لنستخدمها بالطبخ وممكن تنعمل دبس كمان من الشغلات الثانية اللي بتنعمل دبس دبس الفليفلي بشكل أساسي بحشوة المكدوس وممكن بالطبخ كمان دبس الرمان اللي منستخدمه كثير بالطبخ والسلطات والفتوش وبيعطي طعمي حامضة مميزة دبس العنب أو التمر اللي ممكن نستخدمهن بالحلويات أو لتحلاية العصير أو بيتاكلوا لحالن أو مع خبز منستخدمه كحمض إذا ما توفر الحمض العادي من الليمون ولتحميد الأكل ممكن كمان نستخدم الخل اللي بينعمل من التفاح أو العنب وغالباً منشتريه جاهز من السوق لأنه صعب ينعمل بالبيت المربيات هي طريقة لحفظ الفواكه الصيفية لنقدر ناكلها بالشتاء وأهم الفواكه اللي ممكن تنعمل مربيات المشمش التوت النارنج الفريز البرتقال الكرز الدرة التفاح استفرجل بالإضافة لمربا البيتنجان ومربا الورد الشانجليش وهو عبارة عن لبنة ناشفة تماماً أكتر من اللبنة العادية بتنخلط بتوابل ومنكيهات مختلفة وبتنعمل أكتر شي بمدن الساحل السوري وحمى الكشك بينعمل من برغل ولبن بينتركوا شي تسعة أيام ليتخمروا بعدين بيتنشف وبينطحن ليصير بودرة بتنحل بمي صخنة وهي أكلة شتوية بامتياز ممكن ينطبخ الكشك مع بطاطا ولحمة أو لحاله وبيتاكل بالخبز وممكن كمان ينعمل فطاير وهلأ صار الوقت لنروح للفقر اللي بعدها إذا ما فهمتوا كل شي هات شي طبيعي لا تاكلوا هم رح أشرح أهم الكلمات وفيكن بعد ما تسمعوا الشرح ترجعوا تسمعوا الحلقة مرة تانية هيك رح تفهموا أكتر إذا بدكن تقروا ملف الحلقة اللي فيه تفريغ الحلقة كلها مع الترجمة للإنجليزي وتحملوا بطاقات أنكي لكلمات هالحلقة فيكن تشتركوا بعضويتي على صفحتي وتتمتعوا بكل هالميزات وأكتر وهلأ مثل العادة رح أترككن مع شرح لأهم الكلمات اللي مرت بحلقة اليوم شرح المفردات موّن بموّن خزّن أو حافظ الأكل لفترة طويلة دخل مجموع المطاري اللي بيجوا للشخص أو للعيلة بالشهر سواء من راتب الشغل أو من الأجرات أو غيره حصار محاصرة منطقة أو مدينة وبيصير ممنوع دخول أو خروج الناس والمواد تجميد أو تفريز حفظ الأكل بالفريزة منشان ما يخرب مثل تجميد الخضرة أو اللحمة بيشهي بيفتح الشهية أو بيخلي الواحد يحس بالجوع سقيفة مكان للتخزين فوق الباب وتحت السقف لأمة أطعة صغيرة من الأكل ومنستخدمها بالعادة لنحكي عن الأكل مثلا خلينا ناكل لأمة معركة معارك قتال أو صراع بين طرفين تنبل تنابل كسلان أرضا بيرضي عمل شي لحدا لحتى ينبسط ويكون رضيان نأ طلب شي من حدا بشكل متكرر ومزعج مواطن شخص بينتمي لبلد معين مثلا مواطن سوري لم بلم جمع وبهالسياق جمع حق شي حط بحط حرك وغير مكان شي لوضعية معينة وبهالسياق صرف أو دفع مصاري أطرميز أطرميز أو أطرميزات مرتبان نوع من الأواني اللي منستخدمها لنخزن الأكل وبتكون أزاز بالعادة أرملة أرامل مرة مات زوجة وعيشة لحالة نزوح الانتقال من مكان لمكان تاني بسبب ظروف معينة خاصة الحرب مفرق بيع أطعة واحدة من شي معين عادة للناس العاديين وبسعر أغلى جملة بيع أكتر من أطعة مع بعضهم من شي معين عادة للتجار وبسعر أرخص نقع بينقع حط شي بالماء لفترة مثل نقع الرز قبل الطبخ مرار طعم مر مثل طعم القهوة أو الأدوية أو الزيتون قبل ما يحلى أشر بأشر شال القشرة عن الفواكي أو الخضرة فقه بفقين أسمشي بالنص لحتى يطلع اللب مثل البزر أو الفول والبازيلا تعاون بيتعاون لما الناس يصعدوا بعضهم بشي معين الحصرم العنب الحامض قبل ما يستوي وفي مثل بيقول اللي ما بيطول العنب بيقول عنه حصرم يعني اللي ما بيقدر يوصل لشي بيقول عنه انه مو منيح وبالانجليزي كمان بيقولوا ساور غريبس وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بتمنى تكون عجبتكن واستفدتوا منا إذا عندكن أي أسئلة أو اقتراحات أو أي شي حابين تحكوه ممكن تبعتولي إيميل ع أو ممكن تبعتولي رسالة صوتية على سبوتيفاي رح أترك الرابط بصندوق الوصف ولا تنسوا تتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، تليجرام، ويوتيوب وإذا حابين تاخدوا دروس معي زروا موقعي استنوني بحلقة جديدة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر